السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنىكم تكونوا كاملا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة وصفتنا لهذا النهار كابكيك او لا مادلين كابكيك او مادلين احسن من اللي كنا ناخدوه في المحلات تجارية الكبرى اللون دياله دهبي كيجي من فوق وكيف كتشوفوا معي كيكون مشقق كله من فوق يعني واحد المنظر دياله كيجي رائع وناجح ومسفج من الدخل وهذا بإضافة مكوين يعني اللي كيخلينا نحصلوا على هاد الكابكيك هكا بإضافة مكوين كيغير لينا مالو ماداق ديال الكابكيك اللي مول فين كان ناخدوه شوفوا معي كيفاش دير يعني مسفج من الدخل خفيف وكيف قلت أحسن بكتير من اللي كان ناخدوه من المحلات تجارية الكبرى هنشوفوا أهم النصائح باش نحصلوا على نتيجة زوينة فيه إن شاء الله غديعجبكم يولي معتمد عندكم شوفوا معي كيفاش دير كيجي عالي وخفيف ولي نأكد عليه الماداق دياله أكتر من رائع ومسفج من الدخل كنأكد عليها يلا نبدو على بركتي الله في الطريقة ونما راح يلد تحضير هاد الكابكيك هادا بالنسبة المكونات غدي نحتاجوا كاس ديال سكر سنده أو سكر حبيبات دائما كنحاول نقص أنا واحد الأسبوع كاس ديال زيت نباتية نفس الشيء والعبر بالكاس الشيء المغربي أو كاس ديال العنبة عندي كاس ديال الحليب سائل كاس ديال الحليب يكون من الأحسن دافي مخرجينه من قبل من تلاجه وهاد الكابكيك بيضة واحدة بيضة واحدة قد تخرج لنا كمية كبيرة ديال هاد الكابكيك عندي معلقة كبيرة ديال الحليب مجفف أو الحليب بودرة حتى هي كتعطين مدق يعني رائع سوف نجربوه وهنايا هاد المكوين هادا ديال الفلون أو لا البودينك بنسبة الأخوات اللي في الدول العربية مدق الفانيلا هادا بدون سكر يعني هاد الساشي اللي كتكون صغيرة الحجم ديالها صغير عندنا كيس ديال سكر فانيلا وبنسبة للطقيق هنا انا غير عبرتهم وحطيتهم على جنب ثلاثة الكيسان احطيتهم على جنبو لكن هاد يتأخذ لنا من جوج كيسان فما فوق هاد يتبقى على حساب حجم البيض ونوعية الدقيق والامتصاص ديال وضروري كنغرب له هنا عندي سكر مناسب بالفانيلا وعندي جوج اكياس ديال الخميرة كيموية بيكين باودر مايو عادل وحد 14 جرام انا عندي هاد النوع هادا ولكن هاد نغيروه بهاد النوع اللي كتنا نعرف دائما جوج اكياس ديال الخميرة كيموية وزن كيف قلت سبعة جرام او ثمانية جرام في الوحيدة بداو على بركتي الله بصد الملحة ما كان نسيهاش ضروري منها نضرت الحباء ديال البيض نكونوا مخرجينها من قبل من تلاجه وتكون مدرجات حرارة المطبخ كيف كان نقوله دائما او كيف كان عارفو نضفت لها السكر مناسب بالفانيلا وكان خدم هاد البيضاء مع السكر ضروري كان خدموه مزيان بالخلاط الكهربائي او لا بالبطر حتى كان حصلوه على اللون اللي هو فاتح كيف غدي نشوفوا معيه يعني كيتغير اللون ديال هاد الحباء ديال البيض نتمنى يكون تباليكم الفرق انه اللون ديال البيضاء تبدل او لا ديال الخليط ولا ابيض هنا الكس ديال الكس ديال الزيت فرقتو هنا يا فهد الكس لانه عندو ديال فمي مكت جيني سهلة انه نبقى نفره شوية بشوية يعني قطرات انا كان نخدم وانا كان نضيف ما كان نضيفوش الزيت دفعة واحدة يعني كان بقى نضيف شوية بشوية بحلة كان نخدمو المايوناز حتى كتسالي ديال كمية ديال الزيت اللي اضفت لهذا قلبتو في هاد الكاس باش هكيا جيني سهل انني نفرغ الكمية ديال الكاس عفوا ديال الزيت وكنواصله بالخفق واللون ديال الخليط ديالنا كيواللي اللون دياله ابيض فاتح كيف كتشوفو معايا هنا يا غادي نضيف الحليب مني كان نضيفو الحليب ما كان نخدموش بزاف يعني غير كيتجانس لنا الحليب صفي وكنتوقف اللي كان اكد عليه هو البيض مع السكر مع الزيت انهم يتجانسوا بالطريقة الصحيحة كيف شفتو معايا احب وحداء ديال البيض كتخرج لنا العديد منها يعني الحبات ديال الكابكيك هنا ضفت الفلون هادي نشوفو معايا غادي نخلطو غيرها كي باش شوفو اللون كيتغير كامل ديال الخليطة ديالنا كيواللي عندنا واحد اللون اصفر فاتح اللون ديالها كي يجيزوين وفي نفس الوقت حتى الماداق يعني غير باش ما كتيرش ديك الغبراء ديال البودينج او ديال الفلون كان جانس وهذا المرحلة ماشي ما كان بالغوش في الخفق كان ضيف الحليب بودرة كتعطي حتى هي مدق زوين وكيجيو عالين ومن فوخين سفي بالنسبة للدقيق ما غديش نخدموه بالخلاط الكهربائي غدي نخدموه غير بالفوي دائما دقيق وخك يكون مغربل منين كنحطوه في الكويسات كي يدك يعني ما كتبقاش فيه نسبة ديال هاواء لهذا كم قنضيف شوية وانا كنغربل وما كنضيفش الكيمياء كلها يعني ضروري ان الدقيق يضاف على دفعات مثلا الكاس غدي نقسموه على ثلاثة ديال المراحل وحنا كن نضيفوه كيف كتشوفو معايا كنخفق غير اولا كنخلط غير بالخلط شوفوا معايا الدقيق الثل كيك ولف الكاب كيك أنكم تخدموه تحطوه على جنبوه يعني سفي غير عبرت المكونات وتخدموه حاولو أنكم تغربوه لأنها هادي نقطة مهمة نجاح الكاب كيك أو لا الكيك بصفة عامة هنا يغت ينضيف خميرة كيموية او لا بيكين باودر وزن 14 جرام يعني ما يعادل واحد جوزة شيات ديال الخميرة كيموية وضروري ما كان غرب لها لأنك يبقوا فيها دك الحبيبات يتعطينا المرورة سواء في الكابكيك او لا في الماضلين و يبقوا نقطات ديالهم بينين بالنسبة الكس ثاني سنضيف منه غير ربع ديال الخليط بالنسبة لخليط ديال الكابكيك خاصه يكون تقيل على شوية على الكيك يعني إلا بغينا نحصل على النتيجة زوينة في هذا هنا ما غديش نسرع باش تشوفوا معي شوفوا معي الكتافة ديال الخليط ديال ناكي فجديرا يعني انا كنهزها باش نبيل ليكم الخط ما كيتقطعش و في نص الوقت متماسك شوية يعني شوية تقيل على الكيك اخذت ليه جوش كيسان واربع ديال الدقيق ممكن تاخد ليكم جوش كيسان فقط ممكن تاخد ليكم جوش كيسان ونصف تبقى على حسب حجم البيضاء وحتى على حسب يعني نوعية الدقيق والامتساص دياله سفي غدي نجيب القوالب ديال اللي غدي نفرغ فيهم هاد الكاب كيك هادا اولا الماضلين كيف كاتشوفوا معي كل واحدة وتوظف يعني اه لكيسات اولا القوالب اللي عندها وهاد النقطة هاد بغيت نشاركها معاكم شوفوا معي الخليطة ديال ناكي نعاود نبينه لكم اللون دياله كيفاش داير يعني الطريقة باش كنفرغ انا يا الخالط ديالنا في القوالب كتجيني هاد العملية ساهلة ولو انا عندي باش كننفرغ يعني عندنا ذاك الكاس اللي كنفرغو به هنا يا باش هكا تكون هاد نقطة الاخوات المبتدئات ولا اي اخت او لا اي اخت يعني كتجيني هاد ساهلة وعملية كناخد بلاستيك غدائي وكنفرغ فيه الخالط كامل اللي عندي وهاكا كتجيني ساهلة انا كتجيني حسن من المعلقة يعني المعلقة كتجيني هاد نقطة هادي كتجيني ساهلة سافي كنقطع لها شوية البلاستيكة من التحت وكنبدأ نفرغ بهذا الطريقة هادي هادي انا احسن طريقة كتجيني ساهلة وتقسمتها معاكم بهكا سافي كندلو القياس دينا وكتعرفو ان الكابكيك كنخليو البلاست فين غادي يزيد ويتنفخو وهاد النوع هاده كيتنفخ بواحد شكل زوين يعني متأكدة من نجاح الوصفة غادي يتعجبكم وتولي معتمدة عندكم فهاد الوقيته كنشعل الفران كيسخون ولكن ما كيسخونش بزاف يعني حتى كنوصل هاد المرحلة عاد كنشعل الفرن كيسخون سافي كندير الحبيبات شوكولاتة كيبقوا اختيارين يلا بغيتو تزينو بهم الوجه ديال الكابكيك ديالكم اولا المادلين ممكن تديرو ديك السكر اللي كيكون شوية قاسح الخاص بالكابكيك اولا بالمادلين كيكون على شكل رقائق ممكن تخليهم عاديا انا درت لهم حبيبات شوكولاتة ودخلتهم الفران ها الكابكيك ديالنا واجد كنضمن لكم نجاح الوصفة ان شاء الله تولي معتمدة عندكم وتغيروا بها ان شاء الله وصفة كيف قلت كتستحق التجربة ناجحين من اول تجربة وهنا يهزيتهم وخباقين سخانين وغادي نوريهم لكم كيف اجديرين يعني كيجيوا كيف غنقولها مفقعين من الفوق مشقين من الفوق هذا هو الكابكيك ديالنا نغيروا به في الفطور الوليدات او لا القوتي يديهم معهم المدرسة اكيد احسن من الجاهز بكثير يعني احسن من اللي كان ناخدوه لهم من المحلات تجارية يعني نصيبوه لهم على يدينا مكونات دياله بسيطة كيف تعودتم معايا يعني وريدكم هنا شوكولاتة لانهم بقي نسخانين بقي شوكولاتة فيهم سخونة واكيد غادي نفتحها معاكم باش شوفوها كيفاش ديراء من الدخل كيبقاهم محافظين على الشكل ديالهم يعني في الورق كيف كتشوفوا معايا وصفة ناجحة كيجيوا مسفجين من الدخل كنت نتمنى يبلكم ان دكتو قبلي كتكون فيهم من الدخل ولكن راكم عارفين يعني تصوير ما كيبينش كل حاجة على حقيقتها ولكن رامهويين مسفجين من الدخل كنتمنى اخواتي القتراح ديال هاد النهار يكون ناس تحسنكم ما تبخلوش عليها بواحد لايك للتشجيع فضلا وهو ما كيبانو لكم كيفاش ديرين ناجحين كيف قلت من اول تجربة ولكنت اول زيارة لكم القناة تعجبكم المحتوى فعلوا الجرس بالطريقة الصحيحة في امان الله